رحب رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بتشكيل جمعية الصداقة البرلمانية الفرنسية المصرية بين مجلسي شيوخ البلدين وأكد رئيس مجلس الشيوخ خلال لقائه السفير الفرنسي بقاهرة مارك بريتي أنه بمجرد تشكيل هذه الجمعية سوف يكون هناك المزيد من التعاون مشيدا بالعلاقات التاريخية بين البلدين من جانبه أكد السفير مارك بريتي على أهمية وخصوصية العلاقات بين البلدين خصوصا على المستوى البرلماني خاصة بعد الانتخابات البرلمانية الفرنسية